السلام عليكم يحظى المكفوفون وضعاف البصر في نظام iOS بأداة تمكنهم من التعامل مع الأجهزة العاملة بهذا النظام تحت اسم Voice Over تعددت أشكال خدمة هذه الأداة لهذه الفئة ولكن ما أثار دهشتي وإعجابي هو تمكن هذه الأداة مؤخرا بعد المرور بعدة مراحل من قراءة ترجمات يوتيب ما يسمى بالفرنسية ستتخاج وسأستعرض رفقتكم نماذج للقراءة الناجحة ل Voice Over لترجمات يوتيب لن أدخل في إعدادات الترجمة فذلك موضوع آخر هل تفعلها أم لا اللغة المختارة في الترجمة إن شاء الله أفرد لها حصة خاصة غير أني وقبل الدخول إلى استعراض مادة ليوتيب يقرأ Voice Over ترجمتها دعونا أولا نفعل الإعداد الذي يمكننا من هذا ندخل إلى الإعدادات ثم ننزل إلى Accessibility بطول سهلات الإستخدام ثم Voice Over ثم ننزل إلى Vربوسité بطول Verbوسité إسهاب بعد الدخول إلى إسهاب ننزل إلى آخر عنصر فيه ويتعلى الناق العمر ب ننزل إلى آخر إعداد ونضبطه على ما نريد إما قراءات ترجمة بواسطة لغة برايل أو بواسطة النطق أو هما معن أو بدون لا نفعل هذه الميزة بعد أن قمت بتفعيل الميزة دعونا ندخل إلى يوتيب ولكن لا بد من الإشارة إلى أن الخاصية على التطبيق لا زالت في بدايتها يعني يقرأ لك أول عبارة ولا يستمر في القراءة وهذا ما أخر مقاسمتي إياكم للحديث عن هذه الخاصية غير أني وأنا أستعرض مادة في يوتيب على المتصفح هالني ما سامعتو ولا أن أطلع عليكم أدخل إلى Safari Safari option de mise en forme bouton وقد أبطأت قليلاً سرعة استعراض الفيديو وهو فيديو لمنشئ المحتوى على يوتيب تجنباً لمشاكل الحقوق وإخباراً لكم أيضاً بمستجد هام على يوتيب وهو مستجد حماية الأطفال قلت أبطأت السرعة لتكون مواكبة لسرعة قراءة VoiceOver وأنصحكم بذلك لأننا إن تركنا السرعة عادية أو سرعناها فسيكون هناك تفاوت بين الفيديو وقراءة VoiceOver له إذا لم أبطأها كثيراً دعونا نشغل مقطعاً صغيراً من الفيديو ونستمع إلى ترجمة له بالفرنسية أولاً ثم بعد ذلك بالعراب Il est crucial que vous regardiez cette vidéo sur les modifications apportées au processus d'importation à vos vidéos existantes et potentiellement à votre monétisation Bonjour, je suis Lauren et je suis responsable des partenariats famille chez YouTube Je vais présenter plusieurs nouvelles exigences importantes que vous devriez laisser vous pouvez présenter votre majeur La majeur et je suis Lauren je suis Lauren كما سنقدم إرشادات حول إعداد جديد للجمهور في أستودانو ويوتيوب ونشرح كيفية استخدام وبعدها سنجيب عن بعض الأسئلة التي قد تطرح بشأن هذا التعديل أتففي بهذا القدر لعلكم قد شاركتموني دون أدنى شك إعجابي بهذه الميزة الجديدة الرائعة التي ظلت مدة طويلة في طور التحسين وهي لازلت كذلك فنطمح أن تصير على التطبيق كما صارت على المتصفح ولأجل ذلك المرجو التواصل مع فريق تطوير يوتيوب تطبيق يوتيوب على الآيو اس ولما لحت على الأندرويد لنصل إلى هذا الهدف إلى لقاء آخر دومتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته